احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا المادة الطبيعي ليه ثلاث سور ركزوا معي كده وقلم مع بعض قلنا الثلاث سور دول هم ايه ثابت وصلا ووقفا تاني سورة ثابت وصلا فقط تالت سورة ثابت وقفا فقط النهاردة موضوعنا ان شاء الله انا اول سورة اللي هو ثابت وصلا ووقفا ويلا بينا نصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ باول سورة ثابت وصلا ووقفا اول قسم من المادة الطبيعي الكريمة اللي هو ثابت وصلا ووقفا يعني ايه ثابت وصلا ووقفا يعني لو انا بوصله ثابت معايا حركتين لو افتع عليه برضو ثابت معايا حركتين طبعا لما جينا نتكلم عن حروف المادة اللي افت카�توه معايا كده كنا بنقول اللي هي الايه الالف ولو يا ولا زمن الالف يسبقها حركة الفتح ولو ياه يسبقها حرفة تضم ولا يسبقها حركة invoice الكسر طمام ودي شروطه يبقى لازمان يكون ايه ساكن ما قبله حركة ايه مجنسة واتكلمنا برضو عن حروف الليه طيب يبقى كده خلاص عارفنا حروف المادة طب تعالوا بقى نكون الأمثلة عشان نعرف نطبق الحكم التاعنا اللي هو المادة الطبيعي السابت بسطا مواقفة اول كلمة عندي كلمة ايه ينادونك فين حروف المادة هنا انا عندي حرف الالف اول واحدة هو وعندي حرف الايه الوا يبقى كده انا عندي حرفين من حروف المادة اللي هو الالف الاولى عشان الالف ما قبلها مفتوح والواو ما قبلها مضموم ادي كده عارفنا حروف المادة طب لو انا بوصل بقول ايه ان الذين ينادونك من خلاص يعني اديت حركتين هنا وديت حركتين هنا تمام يبقى كده سابت معي واصلا هو طب لو هنقف ان الذين ينادونك هل هنا في حصل اي تغيير لا مدحسرش اي تغيير يبقى ده النوع اللي منتكلم عنه هو سابت واصلا ووقفا يعني تمصلي اتنين بتوقفي عليه اتنين يبقى كلمة ينادونك هتقول الالف مادة طبيعي سابت واصلا ووقفا تقول واو مادة طبيعي سابت واصلا ووقفا اذا كده حركتين كده حركتين طيب تعالي هنا طبعا احنا قلنا ان دي اسمها الف صغيرة الف صغيرة برضو بتبقى زي بقى زي بالزبط الالف الطبعي المادة الايه اللي هي اه دي ايه ياباني اه ده انا بتكلم عن الالف هنا فلس طيب لو انا هقف ياباني صحي كده يبقى برضو هنا الالف معي سابتة ايه سابتة واصلا ووقفا خلاص طيب الياء التانية دي برضو هنا قبلها مكسور فانا بوصلها لو ما فيش بعدها همز يبقى ايه همدها حركتين برضو لكن لو بعدها همزة مدها اربع حركت ده لو ايه في الوصل لما بقول مسلا يا داني ايه ادم يبقى هنا اصبح فيه سبب الهمزة ومش مفاكرين لما قلت ان المادة الطبيعي لا يتوقف على سبب ولا همز ولا سكون طيب انا لو بوصلها هلاقي اني في همز لا يبقى هنا مش سابت واصلا ووقفا ده سابت ايه ووقفا بس وده اللي هناخده في النوع التاني لكن هنا هيبقى سابت واصلا وايه ووقفا خلاص طيب ويا قومي عند فين المادة الطبيعي هنا ادي الالفة هي خلاص قبلها ايه حركة الفتح طيب هنا ايه اتقولي ويا قومي مالي صحي كده اديتها حركتين لو هتقفي ويا قوم خلاص اديتها برضو هنا ايه حركتين يبقى معنى كده اني سابت معايا واصلا واقفا انت بالواو دي هل هي ماد لا طبع احنا اتكلمنا عليه وان الواو اللي هي اللي قبله فتح دي اسمع حرف لين ده نتكلم عليه معلين ان شاء الله اذا كده احنا ايه الالف سابت واصلا واقفا طيب هنا نالكي فين المادة هنا ادي الالفة هي قبلها ايه فتحة طب انا اقول مالكي يومي بوصله مالكي يومي ديتها ايه حركتين طب عند الواقف مالك هل هي طايرة لا يبقى برضو سابت واصلا واقفا طيب كمية يقولون فين المادة هنا عن دلواو هي الاولى ودلواو التانية طب تعالوا للواو الاولى يقولون يقولون لو توسليها طل يقولون صح يعني ديتها هنا حركتين وهنا حركتين في الوصل بس طب اوقفي هنا هتقول ايه يقولون يبقى اصبح دي بس اللي حركتين اما دي ما بقتش حركتين دي بقت ايه بقت اربع حركت ليه? لان الاولى احنا قلنا سابت واصلا وقفا خلاص يبقى معي. سابت واصلا وقف. طبي التانية اقول سابت واصلا بس. لكن عند الوقف ايه اللي حصل? سكنت النون. فده اللي انا قلت عليه برضو في الشرح. قلت لما يتعرض لسبب كهمزة او سكون مبقاش طبيعي. يبقى بقى حاجة تانية في الفرعيات بقى. بقى ايه عارض السكون? يبقى هنا في الواصل بس هتديها اتنين. اما عند الوقف هتديها ايه? اربعة. يبقى هو ده بس اللي سابت معي ايه? واصلا وقفا. تمام كده? طيب داودة فين هنا الالف? الالف والواو اهي. دي حرف المد. الالف لو بتبصديها تريد داودة خلاص? داودة بتبصدي. يعني بتحركي. فهنا هتبقى اتنين حركتين. لكنها تقفي. داود اللي المد هنا معي. اللي المد معي هي الواو. لكن دي زي ما هي حركتين. ليه? لان انسكي انت يا وردو الدال فببقتش طبيعي. هي الطبيعي بس في الواصل. طيب اللي هي السابت واصلا وقفا. فانتي لازم انتميزي ان المد هنا نوعه ايه? الاولانية كان السابت واصلا وقفا. التانية برضو الالف الاولى سابت واصلا وقفا. طب الالف ويا قومي برضو سابت واصلا وقفا. طب عندك نالكي برضو سابت واصلا وقفا. يقولون الواو بس الاولى سابت وصلا ووقفا. اما التانية سابت وايه? سابت وصلا بس. لكن عند الوقف عارض. هنا برضو ده خدت الالف حركتين. وعند الوقف بقيت ايه? بقيت عارض. خلاص كده? بس هي كده النقطة الاولى هي سابت وصلا ووقفا. ونتكلم ان شاء الله. هنتكلم عن المادة الطبيعي الكلمي. اللي هو سابت وصلا فقط. يعني في الوصل يبقى طبيعي معيك. لكن لو افتع عليه. خلاص ما بقاش طبيعي. تصبرين ان شاء الله. كدهكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.